جدل واسع بعد توقيع إعلام فين بين كيكل وأوربان باسم النمسا رئيس البرلمان النمساوي يرغب أن تصبح بلاده وسيطا في الصراع الأوكراني الروسي تحية الدكتور ومضوح تحية لزميع السادة المشاهدين والمتابعين على النمسا ميديا بالأسبوع 44 يعني مثل ما تفضلت فعلا الأسبوع خلينا نقول يعني بدأ ياخد منحة جديد منحة فرض سياسة أمر الواقع التي وهي تصدر حزب الحرية للانتخابات النمساوية تزعمه البرلمان النمساوي يحاول أن يوصل رسالة أنني أنا الكلمة الأعلى في النمسا حاليا أنا صاحب الأصوات الأعلى أنا ألتقي مع رؤساء الوزراء الشخصيات الرسمية وافتتحها مع المتطرف المتشدد اليميني فيكتور أوربان طبعا الخبر الذي يقول يعني أنه توقيعه إعلان فيينا باسم باسم النمسا هذا الموضوع بصراحة يعني أعتبر كما قال انتحال الصفة السياسية وهذا الشيء قولا واحدا هو مخالف القانون ولكن هذا ما قاله الإعلام نحن ندرك أستاذ عمدو حتما نحن يعني حتى الأحزاب السياسية الإعلام يستخدم دائما المصطلحات الاستفزازية المصطلحات اللي هي فعليا يعني ممكن أن تكون مثلا يعني بتحسك أنه فيه مصيبة كأنه فيه مشكلة كارثة أو حالة كارثية واقعة بالنمسا ولكن هو فعليا يعني هربت كيكل قام بتوقيع اتفاق تفاهم من نوع معينة واتفاق ودي ليس أكثر من ذلك يعني ليس اتفاق سيادي يلزم النمسا بشيء معين ولا يلزم المجر بشيء معين يعني هي حركة استفزازية ليست أكثر من ذلك ردا على قرار الرئيس النمساوي فاندربلن بتكليف كارني هامر بتشكيل الحكومة فقامها يعني كردة فعل طبيعية وردة فعل يا سيدي مبررة وزدت فعل أقل من عادية جدا وليس لها أي سقل سياسي أو الزيارة لرئيس حكومة بعد الانتخابات ويكون المستقبل لها حزب الحرية رئاسة هربت كيكل ولكن بالمقابل لم يستقبله المستشار النمساوي الذي يمثل النمسا الذي يمثل الحكومة النمساوية فبالتالي عبارة عن لقاء بروتوكولي لقاء سياسي من نوع معين وأصلاً فيكتور أوربان جاء قبل الانتخابات لو تذكر والتقى بهربت كيكل وأيضاً تقبل رئيس البرلمان لم يلتقي بالرئيس البرلمان قبل الانتخابات فيكتور أوربان والتقى كان في شخصية شكية أيضاً من نفس الوزن اليميني واستقبله ووقعه وكانوا موجودين مع بعض لم يستقبلوا الرئيس النمساوي ولا المستشار النمساوي ولا وزير الخارجية يا سيد الكريم فبالتالي هاي علاقات حزبية علاقات أصدقاء بصراحة لن نقول لها أكثر من ذلك أما نقول أكثر من ذلك لهذه الزيارة ليس لها أما ما هو مهم هو مهم الندوات التي قام بها قام بها فيكتور أوربان أعتقد الخبر الثاني الندوة التي قام بها فيكتور أوربان مع مين اللي قام مع جارد شرويدر بالضبط رئيس وزراء الألماني الأسبق نعم وإن كان جارد شرويدر يعني يعتبر ده رئيس من اليساريين يعني مش عارف إزاي هناك التختار ولكن هو هو يعني هو بمرحلة من المراحل مرحلة مراحل صار مؤيدين لروسيا مؤيدين للرواية الروسية شو قال؟ شو قال هون عفوا أوربان شو عم بيقول أنه يجب على النمسا يجب على أوروبا يجب بشكل عام أن نبحث على سبل سلام سبل سلام مع روسيا العمل على سبل يعني حقن الدماء إلى إنهاء هذا الصراع وقال أن رجوع رجوع دونالد ترامب إلى الحكم في أمريكا حتما سيساهم سيساهم بإنهاء هذه الحرب بشكل أو بآخر بقوة سياسية معينة يعني أوروبا اليوم لا يمكنها تحقيق السلام بل فقط الحرب منتقدا ما وصفها بنقص التفكير الأوروبي العميق حول روسيا طب أستاذ لمدوح هذا الكلام أليس حقيقة؟ اليوم أوروبا نحن نعيش من 2022 هالله في 2024 شو حققنا اليوم بأوكرانيا؟ ما حققت أوروبا في أوكرانيا صراع مستمر تزويد أسلحة استفافات سياسية؟ روسيا ليس لديها ما تخسره روسيا دولة مارقة روسيا دولة بلطجية يا سيد الكريم لو بتحاربها مئة سنة لن تنتهي يعني هل سينتهي؟ النظام الروسي نظام بوتن هل سينتهي؟ لن ينتهي ولن تستخدم الأسلحة النووية من أجل إنهاءه فبالتالي فبالتالي اليوم اليوم هذا الاستياء الأوروبي الذي يتبناه اليمين مع أنه منه براء هو فعليا حق وهو واقع اليوم الجميع يقول لك أصلا أصلا نحن اليوم هربت كيكل كيف حصل على 29%؟ لأنه قال سأنهي سأنهي يعني سأحاول على أقل أن أعزل النمسا وأعيد وأعيدها إلى وضعها المحايد البعيد عن الصراعات هذا الناس سوطت له على هذا الأساس ليس لأي شيء آخر لأنه تحييد عن الصراع سيعزلها عن المشكلة الاقتصادية سيعزلها عن الكثير من القضايا التي ألمت بها الغلاء دبح الناس بالتالي اليوم سيد الكريم حتى 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 شو كان اسمه هذا جيارد شرودر لا لا شو اسمه رئيس البرلمان النمساوي الجيد لسا ما حفظنا اسمه يا ظلمة مين؟ رئيس البرلمان النمساوي الحاجة؟ نعم روزان جرانس بالضبط 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 فشو قال؟ شو قال؟ قال أنه أعرب الرئيس المنتخب عن رغبته في أن تلعب النمسا دور الوسيط في مفاوضات السلام متعلقة بالسرع الوكراني وعذلك أعرب عنه خوف من أن روسيا قد لا تعتبر النمسا طرفا محايدا نظرا لدعم الحكومة النمساوي العقوبات مفروضة ضد موسكو وأكد ضروري التواصل المباشر التواصل المباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين لتحقيق تقدم في هذه المسألة فبالتالي اليوم النمسا ولا عن تذهب الأمور الصراع الروسي الأوكراني أن يذهب إلى حل ما بالتالي الموضوع ده برضو يعتبر كده موضوع سياسي بح لأن لما تقابل رئيس البرلمان وهو الرجل الثاني بعد رئيس الوزراء مع رئيس حكومة في غياب رئيس الوزراء طبعا هذا قفز قفز على العلاقات ولا على خلينا نقولك على قفز على السلم الدبلوماسي أيها شكرا لك تبادل أدواء التقفز على الدور والسلم الدبلوماسي الذي فعليا تقوم به هذه الحالة اللقاءات والقرارات فبالتالي كما قلنا في البداية لن نعيد ما قلناه أن هذا اللقاء بروتوكولي بحد عبارة عن التقاء أحزاب معينة وهذا الشيء ممكن أي رئيس وزراء معين ممكن يعمل زيارة للبرلمان بعيدا عن زيارة الدولة زيارة الدولة تتضمن إما حتما اللقاء بالمستشار النمساوي أو الرئيس النمساوي أو على الأقل وزير خارجية يلتقي مع نظير هي وزير خارجية لما يجي رئيس حكومة بقابل رئيس الحكومة ليس ليس بالضرورة هذا الشيء بناء على ما يعلن من الزيارة لن ندخل بنقاش لا أنا ولا أنت أطرف به بقصد أن عندما يكون لقاء مرتب أصولا ما بين شخصية سياسية من هذا النوع ومع المستشارية النمساوية تختلف وتختلف الاستقبال ويختلف مع أن زيارة أوربان حظيت بحماية أمنية واسعة حظيت بتغطية إعلامية أكثر من واسعة يعني أنت شوف بداية المدخل المدخل البرلمان النمساوي يعني كان مفروض كاميرات من أول وآخر ومراسلين والصور وكتير فيديوهات بتوضح هذا الشيء بس لحسة حاجة في الصورة التذكارية لللقاء لو قدرت تحطها على بعيدة كيكل هو اللي بيحط مش رئيس البرلمان أكثر من ذلك سيد الكريم هو اللي بيسلم الصورة المشهد الكارثي أنا وضعت الصورة خليه الكنترول يحطها أنا وضعت الصورة المشكلة الكارثية الأكثر من ذلك والتي أيضا انتقدتها الأحزاب السياسية هو وجود عالم النمسا وعالم المجر بغياب عالم الاتحاد الأوروبي فبالتالي هذه هي رسالة على أن حزب الحرية يصر ويعيد ويكرر وأوربان برضو أنا طبعا هذا وأوربان سابقا ليس جديدا عليه أننا نحن ضد الاتحاد الأوروبي كيف يسمح لنفسه على هذا تحدي هذا تطاول كبير على النمسا هذا تطاول كبير على كل شخص موجود بالنمسا أن كيكل أن حزب الحرية أن رئيس البرلمان اليوم ينكر عالم طبعا سيقول سيسأل فيما يوم من الأيام لماذا؟ قال لم ننتبه يوجد خطأ بروتوكولي مع أنه هذه ليست من مهام وليس هو المطلوب منه أن يحمل العالم ويروح يحطه فيه فريق موجود فيه فريق بروتوكولي لكل زيارة دبلوماسية سياسية يقوم بإعداد الشكل الخاص بالمؤتمر الصحفي بمكان الاستقبال بكل التفاصيل المعنية والمنوطة بهذا اللقاء يعني فعليا طب في رأيك هل ممكن حسب وجهة نظر رئيس البرامان النمسا وإنه ممكن النمسا تلعب دور وسيط في الصراع الأوكراني الروسي كما ليس من السهل من سيلعب الدور الأول والأخير هو دونالد ترامب سيدي الكريم من سيلعب هذه اللعبة بشكل كامل وسيغير كل الموازين كما يقال هو الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب والذي طبعا سنشهد انتخاباته ثلاثاء أعتقد ثلاثاء تقريبا بالضبط فستكون بصراحة أعتقد انتخابات ستغير ستغير الكثير من المشاكل العالقة في العالم لأن هذا الحزب أو هذا الحزب الجمهوري هو فعليا حزب الحركة هو حزب هو العمل على إيجاد حلول غض النظر عجبتنا من المتعجبنا ولكن حركة يعني ما بيخلي مشاكل هلا مثل الديمقراطيين ما عندهم مشكلة بيخلوا مشكلة عالقة عشرين سنة بيخلوا خمسين سنة عالقة ما مشكلة بالضبط يعني هو حزب المتقاعدين حزب الخمى شوف انت يا راجل يعني بالرئيس شو اسمه بايدن يعني مسكين مسكين ولا هاي التاني شو اسمه كاميلا هاريس تخيل أن تكون هي الرئيس المقبل لأمريكا يعني كارثة مقبلين على خمس سنين كارثة كما سبقت الخمس سنين الماضية خمس سنين الماضية يا سيد الكريم كانت كارثية أمريكا اليوم هي من يحكم العالم هذا التفقنا اختلفنا هذا واقع وهي من يحدث سياسة العالم كاملا حاليا وأعتقد أنهم يبدأوا يعيدوا أوراقهم